فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه نعم وهذا حديث عظيم هذا الحديث أيضا فيه منهج رسمه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى من أصحابه أنهم تجادلوا في آية من القرآن وارتفعت أصواتهم أنكر عليهم وحثى عليهم التراب إنكارا عليهم لأنه لا يجوز الجدال في القرآن والتخاص في القرآن وإذا أشكل شيء من القرآن فإنه يرد إلى بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا إذا كان عند الإنسان مقدرة وإذا لم يكن عنده مقدرة فإنه يسأل أهل العلم وإذا لم يكن عنده مقدرة ولا عند أحد من أهل العلم يسأله فإنه يتوقف ولا يدخل في شيء لا يحسنه فهذا هو السبيل السلامة في أن الإنسان لا يجادل في كتاب الله فإن الأمم السابقة إنما هلكت باختلافهم على كتبهم وإن الذين اختلفوا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد فالقرآن كله حق لأنه تنزيل من حكيم حميد لا يمكن أن يتعارض بعضه مع بعض لا بد أن بعضه يفسر بعضا أو تفسره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الموكول إليه البيان عليه الصلاة والسلام فالسنة تفسر القرآن فالقرآن يفسر بالقرآن فإن لم يوجد تفسير في القرآن يفسر بالسنة فإن لم يوجد في السنة يفسر بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يوجد يفسر بأقوال التابعين الذين أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يوجد يفسر بمقتضى اللغة التي نزل بها هذه أوجه التفسير كما ذكرها الإمام بن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره فالقرآن لا يفسر بالبداها أو بالفكر كما يفعله كثير من الجهلها الآن يفسرونه بأفكارهم وبما يرونه أو يفسرونه بما يسمون بالإعجاز العلمي بدون القرآن لا يفسر إلا بهذه الأوجه الصحيحة الأربعة لا يفسر بالرأي أو يفسر بالحوادث التي تحدث ويقال هذا تفسير للآية لكن يمكن أن يقال هذا والله أعلم تحتمله الآية وأما أن يجزى من هذا تفسير للآية هذا لا يجوز أما أن يقال هذه الحادثة والله أعلم أنها يتناولها القرآن أو يدل عليها القرآن من باب التوقع لا من باب الجزم أما الجزم فلا يجوز أن يفسر القرآن إلا بالمصادر الصحيحة للتفسير وإلا يكون قولا على الله بغير علم فهذا هو المنهج الأسلم في تفسير القرآن الكريم ولا يدخل في تفسيره إلا من هو متخصص في التفسير وعنده معرفة بوجوه التفسير الصحيحة وما أشكال يتوقف فيه ولا يدخل فيه بفكره أو بعقله بل يكله إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى وهكذا منهج الأئمة رحمهم الله بل كان هاء الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة لم ينزل عليه فيها وحي فيتوقف إلى أن ينزل الوحي الوحي الصحابة رضي الله عنهم والأئمة كانوا يتوقفون في الأمور التي لم يظهر لهم فيها حكم شرعي وهم أئمة سئل الإمام مالك رحمه الله عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع مسائل وقال في ست وثلاثين لا أدري فقال له السائل جئتك من كذا أتعبت راحلتي وتقول لا أدري قال اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقال سألت مالكا فقال لا أدري ترجمة نانسي قنقر